هناك قطف عميز يقال قرية المشارقة وأطراق بلدة عين عيسى والطابق الدولي هذا القطف يأتي عقبة يوم حافل بأطرافية العسكري الترسي مستيطرة على قريتي المشارقة والجهدل كانت هناك محاولات لستثنل إلى سلك القرية تقعان شرق بلدة عين عيسى باثنين كيلو متر لكن قوات سورة الديمقراطية ردعت الهجوم ولم تتمكن الحصائل المتدخة من الوصول إلى طريق الدولي والسيطرة على قرية الآن هناك احتجاجات شعبية أيضا على طريق الدولي بالقرية تقعاني عيسى على المدخل الشمالي هناك رأشبان ومتظاهرون قدموا من منطقة مستيج ومناطق أخرى في إقليم الكوراك للاحتجاج من الانتهاكات الترسية والمقراط الصمت الرمسيحية من الانتهاكات التجارية في أعلى هذه التظاهرات استمرت لأيام هل من استجابة من قبل الجانب الروسي هل من رسائل طمئنة لهؤلاء المتظاهرين أم مطالبات هذه التظاهرات لا تجد آذانا صاغية لدى الجانب الروسي نعم كما قلت ليست هناك آذان صاغية لهذه الاحتجاجات هناك محتجون غاضبون استحموا القاعدة الروسية في بلدة عين عيسى كان هناك رشق للحجارة للقاعدة والضباط الروس لكنهم إلى الآن لن يبدو أي موقف حيانة الهجمات التركية هناك احتجاجات بشكل شبه يومي لسكان شمال شرق سوريا في بلدة عين عيسى قادمين من مختلف المناطق للاحتجاج ضد الموقف الروسي لكن إلى الآن هناك تعزيزات عسكرية روسية على مدى أربعة أسابيع هناك تعزيزات للإظام السوري لكن ليست هناك أي طنقة في الاتجاه التركي وذكرنا أن هناك مئات القزائف المبتعية والصاروخية سقطت بالفرد من القواعد الروسية يعني إلى الآن حتى قوات سوريا الديمقراطية والمجد العسكري في خلاصة الروسية نوها إلى أن من الضروري أن تقف روسيا في خلاصة الروسية وإذا فوجودها هنا لا يعني أي شيء يجب أن تتسلم روسيا بإتفاق وغسط إتفاق النار بموجب إتفاق فوتشي الموقع في 22 أكتوبر من العام الماضي طيب أستاذ زانة تحدثت عن تعزيزات عسكرية لقوات الحكومة السورية وللقوات الروسية أين تتركز هذه التعزيزات؟ هل يوجد أي تعزيزات على خطوط التماس المباشرة مع الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي؟ ليس هناك أي وجود روسي للحكومة السورية في خطوط التماس سوى ثلاث موقعات مشتركة أنشئت مسبقا بين القوات السورية الديمقراطية والقوات الروسية والحكومة السورية هذه القوات والتعزيزات العسكرية تأتي في الخطوط الخلفية وفي محيط بلدة عين عيسى وهناك أيضا إنشاء للقاعدة عسكرية جديدة للقوات الروسية بالقرب من قرية الجالطة 20 أو 25 كيلومتر جنوب بلدة عين عيسى يعني هذه التعزيزات تأتي في ضرع التصعيد العسكري اليومي هناك محاولات تركية للسيطرة على قريتين الجهبة والمشارفة التي تعتبرون سريتان استراتيجيتان من حيث الموقع هناك حيث إذا سيطرت الفصائل المرتزقة تتحكم بجغرافية عين عيسى بكل سهولة لكن إلى الآن قوات السورية الديمقراطية فلنصده لجميع الهجمات وهناك أنباء تتحدث عن مقتل جدي تركي خلال الاشتباكات التي دارت أمس جمعة في الساعات المتأخرة من ليسة أمس في ظل كل ما تحدث به من تصعيد عسكري للاحتلال تركي وفصائله الإرهابية كيف يبدو الوضع الإنساني في البلدة؟ نعم هناك كانت هناك موجات نزوح إفراء اتهداف أقراف الشمالية في البلدة لكن السكان عاودوا الرجوع إلى مناديهم الآن هناك أسواق مفتضة بالسكان هناك الأهالي لكنهم متخوثون من وصول الاشتباكات والقصص إلى الأحياء الأهلة بالسكان والأسية مآمن احتلال التركي فبرتكب مجازر خلال السبع الماضي كان هناك ستة مدنيين فقدوا حياتهم خلال ثلاثة أسهلية من التصعيد العسكري خلال قصص قريتي الجهبل والمعيق وأيضا مخيم عن العيسى والأطراف الشمالية للبلدة أنا أشكرك جزيلا شكر الصحفي والنشط الإعلامي زانا سيدي شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من الشمال السوري شكرا جزيلا